اول امبارح بدأت التظلمات المتعلقة بولدنا اللي عندهم بعض الاعتراض او بعض الشكوى على النتيجة اللي طلعت لهم في الثانوية العامة وده اجراء عادل وروتيني بيحصل كل سنة انه بعد اعدان النتيجة وزارة التربية والتعليم بتفتح باب التظلمات لمن يرى انه قد ظلم في النتيجة وعشان كده اسمها تظلمات الاب او الام او الطالب يرى ان النتيجة مش عادلة يرى ان النتيجة مش تساوي اللي هو حطه في الورقة الامتحان فبالتالي بيعمل تظلم انه بيقول يا جماعة انا استحق درجة اعلى او مستوية كان احسن في الامتحان او ربما في حاجة ما تترجعتش كويس او ما تصحيتش كويس او ما خدتش الدرجة المناسبة لها في قاعدتين هنا القاعدة الاولى انه لا يضار متظلم بتظلمه زي القاعدة القانونية كان بتاعت اللي محدش مستأنف يتضرب استقنافه بعد الشر يعني على الناس كلها انها تروح للقضاء لكن القاعدة عشان الناس اولئة الامور يتطمنوا انه لا يضار متظلم بتظلمه يعني لو الورقة ترجع التاني وتم الاكتشاف ان الولد لا ده مش واخد اقل من حقه وده واخد اعلى من حقه مش حينزلوه لا هتفضل النتيجة زي ما هي لكن لو اتضح انه له حق وما خدوش حيزيد رقم اتنين ودي حاجة لطيفة او عاملها النهاردة وزارة تربية والتعليم انه التظلمات فتحت مجانا اعتقد كانت في سنوات سابقة بتدفع رسوم عشان تعمل تظلم على نتيجة الثانوية العامة هذه المرة التظلمات مجانا على الانترنت بتاخد النتيجة برقم الجلوس وبتعمل تظلم وبتقول انا متظلم مثلا من درجة العربي درجة الفيزياء درجة الجبر درجة الامور ايا كان الكذا او المجموع الكل ايا كان وكل هذه التظلمات مجانية فبالتالي مش هتدفع فلوس نمرة اتنين مش هتتضر بتظلمك لو ما زبتش مش هتناص وانا هنا بقو ناشد وزارة التربية والتعليم وانا عارف انهم يعملوا كده بس ضروري ان انا اقول هذا الكلام ارجوكم 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 السادة القائمين من المراجعين والمصححين والمشرفين على تحليل هذه التظلمات وتناولها ارجوكم رعوا ربنا اوي واخدوا بالكوا اوي وصححوا بنزاهة اوي 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 علشان الربع درجة بتفرق مع اولادنا ايه لي قدم تظلم ده ولا تحاسس انه جاوب كويس لو هو فعلا جاوب كويس وكان حقه نص درجة تانية النص درجة دي ممكن تحدد مستقبله خدوا بالكوا ممكن تحدد مستقبله لقدر الله لو هو شاي المادة وحيخش الدور بقى بتاع سبتمبر ومش عم ايه ممكن ما يشلش المادة والدرجة او النص درجة او الدرجتين اللي انت هتقعدهم له ينجحوه او قصة بقى التنسيق وانتوا عارفينها ممكن ربع درجة نص درجة ينقصوني في المجموع الكل كذا فبالتالي النسبة العامة كذا فممكن نبقى مرحلة اولة او تانية تك او ان انا خش الكلية دي وافرق عن تك التك دي في ايه حضراتكم التك دي في ايه حضراتكم كمصاحعين ومراجعين لو الولاد المتظلمين ليهم ربع درجة زيادة ادوها لهم ما تقولش يعني هو عامل متظلم على ربع درجة لا الربع درجة دي ممكن تحول حياته وادخلوا الكلية لنفسه فيها ويبقى حاجة كبيرة او في البلد فارجوكم اهتموا بالتظلمات اكتر حتى ما اهتميتوا بتصحيح الامتحانات وادوا كل واحد حقه حتى ولو كان قليلا فالقليل عندكم كثير عندنا